موسيقى تحياتي للجميع اليوم سأتحدث عن فرنسا ولكن هذه المرة لا يوجد رسوم لا يوجد مظاهرات لا يوجد كاريكاتورات موسيقى هناك خبر مر مرور الكرام من فترة بصراحة وأنا كنت مستنى أن أرى التفاعل معه كيف سيحدث ولكن التفاعل كان بالذات من الجهة العربية أو الناطق بالعربية كان بصراحة مريب فرنسا التي عملتهم من فترة الموضوع العلاق بالهجرة فرنسا لديها مهاجرين غير شرعيين من دول المغرب التي هي تونس الجزائر المغرب هؤلاء المهاجرين لا يوجد حصول على الإقامة وكثير منهم مقيمين بشكل غير قانوني فرنسا تحاول تلحيلهم على بلدنا لكن هؤلاء المهاجرين في الكثير من الأوقات يقولون أنه يخبوا بسبوراتهم لا يوجد مع أوراق حتى يكون صعب على فرنسا ودول كثيرة أنها تثبت جنسيتهم من أنه بلد جاي فتتواصل مع بلدانهم ولكن ما يحدث في فرنسا وهذا الذي يجعل فرنسا تغضب من الموضوع وتخفض التأشيرات أنه بلدانهم لا تقوموا بأي إجراء أو تقولون أنه حسنا أعطونا بسبور مؤقت استصدروا لهم بسبورات مؤقت فلأن بلدان منطقتنا تعيسة بلاد الشموخ والإباء ومقاومة الاستعمار الفرنسي المواطن عندها مالوئمة ببساطة فتروح يعني بتطنيش عن الموضوع ما تبعث لهم بسبورات لفرنسا فببقوا مواطنين هاي البلدان بس تحديداً هاي البلدان الثلاثة اللي هي أكتر شيء عالقين هونيك بفرنسا ففرنسا ما لقت طريقة يعني لحتى اترحلهم يا أخي خذوا بلادكم من عنا طبعاً وموضوع أنه ترحل واحد قصراً لا يمكنك ترحلوا قصراً إذا أصلاً هو ما معوا بسبور يعني وصعب كثيراً الترحيل القصري يعني بجميع الأحوال فقامت بتخفيض التأشيرات لهالدول هاي لثلاثة التونس كانت بدرجة أقل قالت نحنا سنصعب الفياز الذي ينجو فيها لهون حتى كان الشكل من أشكال العقوبات عليها هاي الدول أنا هوني لتلك الردود الأفعال كانت خليني نقول الخجولة ولكن اللي بصراحة خلاني صحصح شوي فرنسا الكافرة الاستعمارية تريد إزلالنا عفوا عفوا فرنسا الكافرة الاستعمارية تمنعك تمنع أمثالك سيد الكريم أنه أنت تأتي لعندها حتى أنت لا تقعد بشكل غير شرعي وتعمل مشاكل في البلد اللي في فرنسا نحنا كلياتنا نعرفها يعني الكافرة الاستعمارية والله الكافر بالعادة يعني كنت أفهم المستعمر يعني يأتي لعنا لكي يحتل أرضنا ويأخذينها بخيراتنا أنت بدأ تذهب لعندهم المستعمر وجماعة القوميين العرب أنا هذول اللي بحبهم أكثر شيء هذول هذا ما يريده الاستعمار هذا ما يريده الغرب دائما نحنا أحسن منه من قدامه ومن فوقه على طبل يعني طيب يا سيدي الكريم أنا أطلب منك طلب صغير كثير أشعورك القومي العربي النخوي العربية الوافرة ما تحرك لما شفت أنت دولنا تستهين بشبابها وتتركهم بهذا الشكل؟ أنا لم أرى الكثير من هذول الذين يظهرون مظاهراتي ويحكوا بحقوق الإنسان وغير وغيرات ومن فترة لما قالت فرنسا الجزائر لم يكن موجودة قبل فرنسا لم يكن هناك وجود الأم الجزائري ولم تراجعت عن التصريحات على فكرة لم يفعلوا أي إجراءات لم يفعلوا شيء هذا المستعمر الجبان الغاشم بصراحة صعب كثير يحترمنا إذا لم نكننا نحترم أصلا بعضنا كما كنا نقوم بالمواطن إيمي لا تقوم بالانتصارات ولا تحرر فلسطين ولا تفتح القدرس ولا تفتح علبة كولة أصلا نحن قبل أن نرى لماذا أتحدث عن هذا الفيديو لماذا أنفخ قلبكم فيه؟ طبعا هؤلاء الناس الذين يقولون يقولون هؤلاء الناس هؤلاء 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 والإعلام العربي يغرد هناك سرب معين تفتحها على الجزيرة يقولون لا فرنسا سأقوم بالإعلام الجزائي سأقوم بالإعلام الجزائي سأقوم بالمستعمر بشكل عالم يمشون يغردون بنفس السرب لا يغرب نحن هؤلاء هؤلاء نحفز هناك أشخاص بالنص لا هؤلاء قبل أن نفرض احترامنا على الغرب نطلب من الدول الغربي أن تحترمنا التي لديها احترام حتى لحقوق الحيوان على فكرة نطلب من بلادنا تعطينا حقوق مثل تعطي البلدان الغربية حقوق للحيوانات إذا كنت مع كلب مع باسبورو هولندي كلب مكان ما وضعت له باسبورو يمكننا أن نعطيه لكلب وطلبه باسبورو هولندي بشكل مباشر قبل أن نعتب عليه أنا آسف للتشبيه ولكن دعونا نحترم قيمتنا نحترم شبابنا نرى مشاكلنا نعالجها بطريقة على الأقل محترمة قليلا حتى نفرض احترامنا نمو بالجعجعة ونحن أحسن ونمو من فوقه من قدام قبل أن نقول نحن أحسن منه لهذا المستعمر لا ننسى أن شبابنا يموتوا في البحر حتى يوصلوا على أراضي يستعمروا أراضي يعيشوا أزلاء شحادين وبشكل غير شح أراضي لهذا المستعمر أنا آسف كلامي آسف كثير ولكن أنا متعود أن أقولها كلمة الحق ولا أخشفي قول الحق لوم تلائم أتمنى الناس لكم استفادت بهذا الفيديو أراكم في فيديو قادم قريبا تحياتي للجميع السلامة شكرا